النهائية للانطلاق في تطبيقها على أرض الواقع الحكومة التي تسعى لإنجاح مخططها الاقتصادي والاجتماعي مجبرة لأخذ توصيات شركائها والتي من المؤكد ستسهم في الوصول إلى وجهاتها وهو ما يعول عليه رئيس الجمهورية مع توفير المناخ لذلك آن الأوان لوضع حد لكافة العرقي للبيروقراطية التي كانت وراء ضعف بيئة الاستثمار في الجزائر وتبني رؤية واضحة فيما يتعلق باستقطاب الاستثمار الخارجي النية موجودة من طرف السلطات العمومية فيما يتعلق بذلك الجزائر أيضا تتوفر على إمكانات هامة وجب استغلالها وبداية صفحة جديدة ووضع حد لكافة العرقي والممارسات البيروقراطية التي أضاعت على الاقتصاد الوطني الكثير من الفرص بالرغم من أنها كانت محل اهتمام كثير من الأجانب بالنظر لموقعها الاستراتيجي مشاهدين يسعدني أن أصدف هنا في البلاتو سيد محمد أمين بوطالبي مدير المركز العربية الإفريقي للاستثمار والتطوير أهلا بك سيد أهلا وسهلا سيد أمار إذن أنتم بحول الله غدا على موعد مع الحكومة لمناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي كنتم قد سرحتم سابقا أن أهم العرقي التي تقف ضد الاستثمار هنا في الجزائر وجلب رؤوس أموالي لهنا هي البروكراطية والجميع يتفق على ذلك أولا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله شكرا لك الأستاذ أمال على هذه الاستضافة وعلى المقدمة أولا الإقلاع الاقتصادي يحتاج إلى ضوابط كثيرة ضوابط من أهم الضوابط هو إصلاح المنظومة البشرية التي تستقطب وتستقبل المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي هذا أهم شيء لأن المنظومة البشرية هي التي تتعامل ببيورقراطية وهي التي تعرقل النشاط الاقتصادي وهي الحاجز لنشاط الاقتصادي وكنا شفنا رئيس الجمهورية قال أنه فيه الكثير من رؤساء بلديات عباما ورؤساء دوائر وكذا لم يقوموا بواجبهم في إطار الواجب الوطني يعني ما يتحمله الواجب الوطني اليوم عندنا خيار واحد ووحيد ما عندناش خيارين إما إقلاع اقتصادي حقيقي مبني على أسس صحيحة كما كان ببيورقراطية يقولك بنيها على الصحيح نحن لازم الآن نبنوها على الصحيح ما نبنوش اقتصاد هش اقتصاد مبني على لمجموعة فقط لزيادة ثروتها أو مجموعة فقط لزيادة فسادها في الأرض اليوم عندنا خيار هو الجزائر الجديدة الجزائر القوية الجزائر التي تملك مكانها في إفريقيا تملك مكانها في المتوسط تملك مكانها في دول العالم مثل ما كانت سابقا نعم اليوم كل الدول يعني هذا كورونا خلاء كل دول العالم تروح إلى الرباعية الصحيحة في الشراكة الاجتماعية نعم المنظومة الصحية لابد علينا أن نحرس على بنائها بناء صحيح من مستشفيات من مخابر من مصانع دواء لأنه الآن حروب جديدة حروب ستفك حروب بيولوجية بيولوجية نعم ستفكك العالم ستأثر الدول وهذا يعتبر امتحان لكل الحكومات طبعا لمدى تحملها ومدى صبرها ومدى وقوفها مع هذا الوباء شفنا كل الحكومات أصبحت بأنانيتها يعني تتحافظ على مواطنها تبحث على الكمامة تبحث على إجلاء رعاياها يعني هذه هي أهم شيء وأهم ميزة خلات الكورونا تمتحن به الدول وتمتحن به الشعوب اليوم كل الدول تفكر في منظومة صحية قوية تفكر في أمن غذائي يعني زراعة وصناعة غذائية متينة وتقدر تحق به أمن غذائي داخلي وهي أهم نقطة ثالث نقطة اللي ركزت عليها كل الدول هي المخابر البحثية ونشوفه الآن التصارع ربما الناس تشوفه في نطاق واحد اللي هو إيجاد لقاح للدواء لكن هي مخابر بحثية تبحث وهو تطوير بحث علمي وتساير أو مسايرة منظومة علمية وأيضا إشراك المنظومة العلمية بمنظومة مرقمنة شفنا كل دول العالم تقريبا انخارطت في المنظومة الرقمية في حين أن الجزائر تدفق الأنترنت ما زال نضعاف فيه يعني كارثة حيانا ربما حتى لقاءات نحب نديرها عبر الفضاء الافتراضي نلقاهم مشكل تدفق يعني مشكل كبير جدا وحتى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون يعتبر ذلك بتحدي بضرورة إدراج هذه الرقمنة في كل المجالات هو يلح على الرقمنة ويلح على اقتصاد المعرفة اقتصاد المعرفة هو علم الإدراك أني أدرك شيء قبل حدوثه أني أستشرف شيء قبل حدوثه احنا من 2014 نقول لابد علينا رقمنة الإدارة لابد على هذا المؤسسة ما تروحش تخلص لزام لا بد هذا الإنسان يروح للقيشي لا بوست بشيش بد الدراهم ولا بيحط الدراهم ينساها لأنه الآن في الكورونا علمتنا أنه الناس متحبش تشد دراهم تقول تتوقل الفيروس هذا رح يدينا شيء ثاني ربما في سنة 2021 إلى العملة الرقمية إلى ربما حتى نصرفه ونشتغله كل شيء بالهواتف يعني مثل ما صرات الآن في أغلب الدول العالم لا أقول كل دول العالم أغلب دول العالم اليوم العالم كله يشتغل بذكاء اقتصادي لإقلاء اقتصادي حقيقي أثناء الأزمات تكثر الفرص تجي الفرص الكبيرة حتى المؤسسات الصغيرة ومتوسطة ربما اللي اضرت من هذه الأزمة أنا نقول أنه هذا هو الوقت اللي لازم تفكر فيه هو إعادة ترتيب يعني تفكيرت على المؤسسة بذكاء اقتصادي واستشرافي للمستقبل لصناعة بديل اقتصادي حقيقي للمؤسسة للحكومة للبلدية للولاية للمستثمر كيف يمكن أن نستقطب استثمارات لأنه بعد الأزمات اليوم عندنا من أوكرانيا مثلا عندنا من روسيا عندنا من تركيا عندنا من سويسرا ناس عندهم استثمارات تعرضوا إلى صدمات كبيرة جدا ويريدون نقل مشاريعهم ومصانعهم إلى دول آمنة دول تملك يعني تملك امتيازات بالنسبة لاستثماراتهم تملك ربما سوق بالنسبة لاستثماراتهم الجزائر الآن بوابة لإفريقيا واليوم شفنا في افتتاح في افتتاح المنظمة الإفريقية نعم فتحة الفرع تها السوق الإفريقي المشتركة بغانا نعم الرئيس الغاني يأكد على شراكاء إفريقيا الحقيقيين ذكر الجزائر بمنطقة ثالث دولة يعني كمهم دولة في إفريقيا نعم حتى الأمين العام للمنظمة السوق الإفريقي المشتركة كان ذكر الجزائر في سادس دولة يعني كمهم جدا بالنسبة لي كنا حاضرين الاجتماع يعني هذا شيء مهم جدا أنه في الترتيب السادس في 54 دولة إفريقية يعني مهم جدا يعني وذكر الجزائر ولم يذكر ربما دول الجوال المغرب وتونس هذا مهم جدا بالنسبة لنا لأن الجزائر هي حق بوابة إفريقيا الجزائر هي قاطبة الاستثمار جاذبة الاستثمار لكن كما ذكرت في مقدمة توجد عراقيل يوجد أبستاكل كبير حجز كبير جدا أمام الاستثمارات الأجنبية أمام رؤوس الأموال العربية أمام رؤوس الأموال الأجنبية وأحيانا يعني حتى سمحي لي أنه ربما تكون في حصتك نقولها أنه حتى الرؤوس الأموال العربية تشكك في مرجعيتها يا أخينا ما نشككش في مرجعيتها نخليها تدخل بعدين نعرف كيف يعني كين أجهزة ربما هي التي تتبع الخطوات تلك الأموال هذه من جات كيف راحت كذا اليوم عندنا الجزائر تساهم في العديد من الصناديق والعديد من الهيئات والعديد من البنوك الدولية البنك الإسلامي الدولي للتنمية مثلا يستثمر في كل دول يعني المشاركة فيه الجزائر كانت سابع دولة مؤسسة فيه لكن ولا استثمار للبنك الإسلامي في الجزائر للأسف يعني منطقة نيف خلاص راح لابد علي أن نفكر كيف نغذي أبناءنا كيف نحقق ثروة نحقق ثروة اجتماعية ثروة اقتصادية لأنه لما نصف الجزائر بكل إمكانياتها المدفرة كانت من المفروض أنها تكون مع كل الدول المتقدمة الآن إمكانات الجزائر يعتبرها الجميع الآن متفق على أنه جزائر ليست بدولة تعتبر قارة بالنظر إلى كل الثروات التي تمتلكها فكان من المفروض أنه جزائر مثل هذه الاستثمارات التي تحدث عنها كانت من المفروض أن تكون والله أنانية أنا بطريقتي نشوفها أنه أنانية ونشوفها حسد مثلا كان لنا أنه زرنا العديد من المرات الهيئة العربية الإنمار والاستمار الزراعي الإمارات الجزائر تعتبر دولة عضو فيها من 76 ومن بين أهم الدول المؤسسة فيها والمشتركة فيها ونضيف شيء ربما المشاهد يعرفوا وحتى المسؤول الذي يتابع في الحصة يعرفوا مليح الجزائر تساهم في كل صناديق الدولية لكن لا تبحث على العائد من هذه الصناديق حتى منظمة الفاو مثلا الجزائر من تأسيس الفاو إلى اليوم دائما تسدد الاشتراكات بالملايين دولارات لكن لا يوجد عائد إلى اليوم إلى الجزائر لا استثمارات صغيرة لا استثمارات كبيرة توجد بعض المستثمرات الصغيرة جدا تربية الدواجن تربية بعض الأبقار المزارع الصغيرة هذا لا يغطي الحاجة التي أنفقتها الجزائر خلال سنوات أنه يكون لها عائد يعني كاستثمار قوي كاستثمار مميز حتى البنك الإسلامي للتنمية يعني كنا التقينا بالمدير العام المؤسسة الإسلامية تنمية القطاع الخاص يهتم بالجزائر لأنه يرى في الجزائر فرص كبيرة جدا يرى في الجزائر أنه تحقق له أرباح حتى القطاع الخاص ولا الشراكة مع القطاع الخاص يحق له أرباح ورصد في سنة 2016 200 مليون دولار وأحرجناه أن ينطق هذا الخبر أمام الملأ لكن لا حياته لمن تنادي نظراً لبيروقراطية نظراً لأبواب مغلقة وأذان صماء لا تسمع الهيئة العربية التي يسمع الزراعي أيضاً في سنة 2016 صرحت في الجزائر ونحن جمناها وكما قالوا مور البريار ليس ينفيستي معنا ينفيستي مع شركاء فعليين نحن حاب يدخل بقوة مع ناس أهل خبرة أهل ميدان لأنه نمدلك مثال لما رسل المرسلة تعوين سيب لي 7000 موظف تحقيق 7000 موظف بين ولاية غردايا والواد يعني 300 مليون دولار شيء يعني يغذي الروح يزيد لك بهجة يزيد لك صرور أنك تدخل الصرور في نفوس أهلنا في الصحراء الجزائر بإحداث تكنولوجيا بطبيعة الحال أن يستقطب جذب تكنولوجيا وأيضاً جلب ربما رؤوس أموال عربية وجزائرية مشتركة لأن هذه الهيئة بيشتراك كل الدول العربية لما تدخل إلى الهيئة نتصب بها مشتركة في كل الدول مع عدى الجزائر دخلت إلى الجزائر في سنة 2017 عن طريق المركز العربي الإفريقي استثمرت استثمار بسيط في تيارت لكن إلى اليوم ما زالت علاقية لها يعني كبيرة جداً نقول البيروقراطية بيروقراطية نعم لكن نأمل نأمل أنه في تحدثي منذ أسبوع منذ تنظيمنا الملتقى الاقتصادي الافتراضي الدولي وكانت يعني مشاركة طيبة من الهيئة من خبراءها تحدثت مع الرئيس ومع المستشار الخاص بالرئيس يعني الهيئة أكد أنه للجزائر الآن نية جديدة وإقلاعها جديدة نحن مستعدون أن نضخ كل قوانا داخل الجزائر للاستثمار الجد والحسن والمفيد للطرفين هذا لابد عين أن نفكر فيه أيضاً من بين نضيف لك شيء فقط من بين الأمور المهمة جداً الذكاء الاقتصادي الآن يتطلب مننا أنه شفنا أنه فيه العديد من الشركات ربما تعرض لصدمات كل الشركات اللي كانت تشتغل بالرقمنا نجت من الصدمات اليوم لابد أن نفعل الرقمنا نفعل مجال الرقمنا بالنسبة للشباب والمؤسسات الصغيرة المتوسطة لأنه مؤسسة الصغيرة المتوسطة التي توظف واحد واثنين وثلاثة إلى عشرة هي صمام الأمان بالنسبة للبلاد بالنسبة للحيوية الاقتصاد بالنسبة للتكافؤ الفرص بين المؤسسات ولابد علينا أن نحمي اقتصادنا أولا ونحمي مستثمرين ونساند المستثمرين المحليين لإبرازهم وجذب استثمارات أجنبية وربما المشاركة في استثمارات خارجية نمدلك مثال فقط الجزائر كل سنة تصرف الملايين والملايين دولارات في الحج والعمرة فقط يعني حتى الأموال تعليز أجونس وكالة السياحة وكامل تخرج قوش ودروات يعني بطرق ملتوية وبطرق غير قانونية وغير محسوبة عن الطريق الرسمي وهذا على ظهر ربما وعاتق على الاقتصاد الوطني والمواطنة الجزائري اليوم الفنادق في السعودية عارفت تخفيضات إلى 70% 70% هذا مهم جدا يعني لما نصيب فندق يعني الجزائر قادرة تشريه لما يعني خفضت تكلفة تاعه ب70% مهم جدا نشريه اليوم ونستثمر فيه حتى مع دول أخرى بمستقبلا ولي نبيع الماليزيا ونبيع كذا يعني الحجاج من وليش نشيره غير نبيع غير الجزائر يعني التفكير الاستراتيجي يقتضي منه أنه نفتح ونوسع المجال ونوسع ضائرة الشراكة والشركاء بحيث أنه مثلا عادرين يعني سمعت العديد من الصباح ومن البارح الإعلاميين كلهم يقولون لقاء الثلاثية ننساوه اللقاء الثلاثية نقوله جزائر جديدة لقاء شركاء الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين للجزائر الجديدة لبناء جزائر قوية لإقلاع اقتصادي حقيقي هذا هو أهم شيء اليوم سيكون في اللقاء أتمنى أنه يكون فيه توصيات جدة وتكون فيه حرص من الحكومة على متابعة توصيات وجذب استثمارات والاهتمام بالاستثمار المحل سأعيكم مشاهدين حول ما تعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي حول الاجتماع الذي سيضم كل من الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين أرحب مرة أخرى بيا سيد محمد أمين بطالبي مدير المركز العربي والإفريقي للاستثمار والتطوير أهلا بك سيد مرة أخرى إذن كنا نتحدث عن الحراقيل أو على أساس أن البيروقراطية هي العائق الأكبر في دخول هذه الأموال رؤوس الأموال المتعلقة بالأجانب سواء كانت رؤوس أموال عربية أو أجنبية إلى جزائر غدا بحول الله سيكون لكم مجتمع مع الحكومة أكيد ستكون لكم توصيات مطالب نتحدث عن جملة إذا تحدثنا عن الاستثمار تحديدا في رأيكم ما هي جملة التسهيلات حتى يكون هناك استثمار حقيقي في الجزائر أولا نظمنا خلال أسبوع الماضي أيام أربعة وخمسة وستة شهر أوت ندوة افتراضية اقتصادية دولية شاركت فيها تقريبا 69 دولة بتقريبا 23 هيئة و22 خبير دولي الخبراء الدوليين ومركز البحث هذه والهيئات وغرف التجارة كلهم أعطونا توصيات خرجنا الزبدة على التوصيات نمد لك مثال في قط مثلا في الجانب الفلاحي الجانب الفلاحي هيئة الهيئة العربية الإنمية واستثمار الزراعي أكدت على على ضرورة إضاح الرؤية بالنسبة للاستثمار الزراعي أنه لما تأتي مؤسسة مثل هذه المؤسسة اللي فيها شركاء أجانب وتبحث على شركاء محليين إضاح خارطة الطريق بالنسبة للاستثمار الفلاحي ماذا تريد؟ المستثمر الأجنبي لما يجي يلقى روح يدور في دوامة من مكتب إلى مكتب حتى ينقول بليكي انجيش ينيك لكن مكاش يوشينيك الحقيقة يعني كاين كاين عراقيل كثيرة جدا لمن صنع العراقيل في نظري وفي تقديري أعداء الجزائر كثر الناس بزاف يحبوا سابوطي والجزائر باتتبقى في فقرها وفي شعبها الفقير وفي أميتها وفي تخلفها في كل المجالات فحنا لابد اليوم أنه نقف وقفة كيف نبني هذا الوطن لأن الجزائر اليوم تريد القول أنه وجود الآن تغيير هذه الذهنية الذهنية هي أهم شيء نعم الذهنية هي أهم شيء ورزق البايلك وعادي ملف عادي المستثمر لابد عليه أنه عامله معاملة خاصة مستثمر المحلي وإسم الأجنبي نعم في كل الظروف يعني وفي كل الدول أحيانا تلقاي مستثمرين لما يقول لك مئة مليون دولار ومئة مليون دولار في دول وشفناها ربما في تونس نقول الدولة حتى ديرولهم طاب يروج استقبلهم الرئيس مباشرة بمئة مليون دولار طبعا نعم شيء مهم جدا يعني شفنا حتى مثلا في بنوك حطوا طلبات من سنوات عديدة ما قدروا شي حصلوا على لقاء مع رئيس حكومة في الحكومات السابقة نعم أيضا الهيئة حطوا عدة طلبات لاستقبال من عند رئيس الجمهورية أو من عند الوزير الأول رئيس الحكومة السابق يعني في العهد السابق لا رد لقلوا لهم استقبلوكم لقلوا لهم استقبلوكم هذه عين البيروقراطية حتى بحثوا هل وصل الإيميل وصل الفاكس ولا ما وصلش وصلت الرسالة ولا ما وصلتش غير قولون لا وصلت فقط يعني حتى في البيرودور يقولك ما كاشي لك فيه مشكل يعني حقيقي في التعامل مع الإنسان لما نروح لرقمنا أظن والله أعلم أنه لما نروح لرقمنا ستبعد الكثير من الحواجز بيروقراطية يكون تعامل مع الإنسان مفيش يعني واحد يستثمر يأخذ مباشرة بشفافية وبوضوح وحتى المشاريع المدرجة الحكومية الكبرى في المناقصات تولي بينه بوضوح يقولي أي واحد يعرف وش كين مشاريع وش كين في البلدية وش كين في الولاية أنه ينصيب رئيس بلدية مثلا يأتي يبدأ مباشرة بالطرطوار يعني يبدل هذا المنظور يبدأ بملاطق الضرر كما لا يتسمى الآن لابد علينا أن نفكر تفكير كيف يمكن أن نصنع بلد منتج بلد فيه إبداعات لأنه فيه الكثير من الشباب وفيه كثير من الناس اللي عندها إبداعات يقتلون الإبداع فيهم يعني حتى خلاص يتعب ويكره وربما يقول لك أنا لي ربما تصور آخر ويبحث على أشياء ثانية الجزائر نعرفه مكانتنا لازم نشوفه الجزائر عند الآخرين الجزائر عند الآخرين هي دولة عظيمة هي دولة قوية هي دولة مهمة دولة محورية دولة فيها العديد من الفرص كان شارك معنا مثلا رئيس الحكومة الأوكراني للعهدى السابقة رئيس الحكومة الأوكراني يقول أنه الجزائر بلد غني بالثروات حابين نضخه فيه كل ما نملك من تكنولوجيا ومن قوة صناعية لإحداث طفرة في إفريقيا ومن الجزائر ندخوية إفريقيا هناك نية حقيقية بالمسبة للأجانب للإستثمار هنا في الجزائر أكيد لأنهم أي واحد يزور الجزائر مثلا أنا نحيي نحيي المستثمرين السعوديين يعني خاصة لجاو وفرضوا رواحهم وربما حتى بعدوا على الخلافات وبهي أسمه يبان وكذا ولكن استثمروا وقال أنا ما نحبش أنه الدولة تحصيني لا للدولة الجزائرية ولا للدولة السعودية لكن استثماري يحقق لماذا؟ أنه شفه عديد من الفرص اليوم لابد كيف نستثمر باستقطاب رؤوس الأموال الخارجية اليوم كين مثلا نقولها السعودية عندها قانون في هذا السنة لا تزرع القمح ولا تزرع الذرة نظرا للحماية المياه الجوفية اليوم كيف نستقطب رؤوس الأموال التي كانت تستثمر في السعودية إلى الجزائر بوفرة وأيضا بتوفير بيئة حسنة ومناخ حسن لاستقطاب واستقبال هذه الاستثمارات حتى في تداخل للصلاحيات لأنه لما يطول الإجراء لما واحد يجيبها يستثمر يقول له لازم لك تجيب كايت شارج ومبعد لازم لك تجيب رخصة فلانية ومبعد الرخصة فلانية هذه كلها عرقلة ومبعد تروح لضمان ومبعد تجيب لي إجراءات يمكن الاستغناء عنها الإجراءات كلها يمكن أن تستفدي منها مرة واحدة نقول لك مثال كنا متنقشين أول مبارح مع مستثمر كبير في الجزائر يعني الاستثمار في تركيا أختي العزيزة لما تطلب استثمار في تركيا تدخلي على الإنترنت تحطي وش هو طلب التاعك تبحثي على منطقة صناعية اللي تناسب نشاط التاعك تصيبي يعني الكهرباء موفرة الغاز موفر بالطاقة اللي تحبيها أنت لأنه كاين مصانع تستثمر في الطاقة الكهربائية وكاين في الطاقة الغازية وكاين في الطاقة المائية كل مصنع وش يحتاج بقوة يعني نحن بدي يقولوا لا رح شوف سيال رح شوف لوبيو رح شوف كذا رح شوف سوناقاز ما نبقاوش حاصلين في دوامة هذه كلها دوامة هذه كلها علاقية بيروقراطية لأنه إن عاش اقتصادي وش معناتها معناتها ثراء المجتمع لما يثروا المجتمع وش يصرى تصرى أنه طفرة نوعية في كل المجالات في البحث نفكر كيف يمكن أن نفتح المجال أمام هذه الاستثمارات يكون مهم جدا اليوم تدخلي في استثمارك مثلا على أي دولة ذكرت تركيا ذكرت الماليزيا ذكرت أي دولة في ربع ساعة تتحقي المصنع التاعك وتدي بعد يومين أو بعد يوم واحد بعد 20 ساعة بيرمي دو كونسلوكشون ونحن البرمي دو كونسلوكشون يبقى في السنوات أربع سنوات العديد الآن اليوم نقولها ومشاء الله قاعدة الأذان تكون صاغية اليوم العديد من المشاريع موقفة على جهة البرمي دو كونسلوكشون يعني يقدر الولي ولا يقدر المسؤول يسنيه في لحظة لكن يمكن نقول رئيس الجمهورية بمشي معه الأخير مع الولاد شدد كانت لهجته شديدة في تقديم تقديم قرارات وجود تطبيقها من قبل الولاد بخاصة بما نقولها حول المشاريع الاقتصادية المحلية أكيد لأن الاستثمار لما يأتي مثلا ربما يناسي بسنة 2016 لا يناسي بسنة 2020 تلقيها أربع سنوات وهو إيثريني في نفس المكان يعني يراوح مكانه يراوح مكانه مدة أربع سنوات تلقي حتى الفاعلية على المشروع الاقتصادي راحت لأنه ربما انطلقت مشاريع مماثلة في إفريقيا ربما في الجزائر ربما في دول جيرة يعني صرت تنفسية بعد سنتين لازالت هناك منافسة قوية ما بين دول الأفريقية بين خصوص يعني جلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلدانهم أكيد اليوم اليوم مثلا نشوف أنه خارطة طريق الاستثمارية الأفريقية تغيرت تماما خاصة بعد بعد دخول للمنطقة الأفريقية في سوق مشتركة وسوق موحدة وما فيش تعريف جمركي وما فيش تعريف ظريبي هذا مهم جدا بالنسبة لكل الدول فأصبح تنافس ثاني وتنافس رهيب يعني تنافس حتى بضربات مجع العديد من الدول أنه فيه مناطق الآن تقدم أو تقدم العديد من الامتيازات والإغراءات لجلب استثمارات وجلب مصانع كبرى يعني من العالم يعني بحثها في مثلا نذكر الدولة اللي هي كوديفوار الآن تبحث كوديفوار مع عديد الدول منها تركيا منها روسيا منها أوكرانيا منها الصين يعني لجذب استثمارات قوية جدا نفس الشيء بالنسبة الغنة وهذا ما يفسر الكثير من المستثمرين للأجانب يفضلون بعض الدول الإفريقية على دول أخرى نظرا لهذه التسهيلات وهذه الامتيازات والله السوق الإفريقية هي سوق واعدة يعني تخيلي أنه من يدخل إلى السوق الإفريقية دخل إلى مليار وخمسمائة مليار وخمسمائة نسمة هذا مهم جدا نفس الشيء بالنسبة للصين يعني سوق استهلاكي كبير جدا فهو يبحث على السوق الاستهلاكي ولا يطلب يعني جودة عالية ولا يطلب تنافسية كبيرة جدا يطلب منتوج محترم وينافس السوق المحلية الإفريقية فهذا مهم جدا بالنسبة لكل الأسواق اليوم راح ينشوفوا أنه فيه نزوح كبير جدا من طرف المستثمرين الأوروبيين مثلا إلى كل دول إفريقية وبحثهم على مواطن آمنة وملاذ آمن وقوانين واضحة للاستثمار لدخول استثماراتهم إلى هذه الدول ويمكن أنه جزائر تكون حقيقة مناخ ملائم لهذه الاستثمارات أكيد والله نكون صراحة أكثر يعني فيه تنافسية كبيرة بين الجزائر وبين دول جيرة وبين دول إفريقية الجزائر كانت استقطبت في ربما سنة 2014 من الجزائر غرب الذي تعثر وتعطل نظرا للبيروقراطية ونظرا لربما للأنانية والحسد وأيضا تدخلات وإغراءات خارجية أكيد وشفنا البريحة فقط يعني افتتاح ميناء كبير جدا في الناظر اللي ربما يؤثر على الميناء المحلي وأيضا رح يفتح ميناء في تونس كبير جدا يعني يضاهي ميناء الجزائر غرب فالآن كما ذكرت لك أنه الاستثمار إذا ما كانش في وقته رح يأثر يعني بالتدرج يعني تدريجية بالتدريج لما نطول في الإجراء ولا نطول في الاستثمار رح ينقص المردود والمفعول تاعه الجزائر عندنا طريق الوحدة الإفريقية ولما تأسس الميناء كنا حابين حتى الطريق السريع بحيث نوصله إلى كل إفريقيا لكن أعداء الجزائر جمال جنوب نعم أعداء الجزائر كثر والميناء الجزائر الغرب ما زال يقدر يحقق حلم للعديد من الدول لأننا نتوسط المتوسط والجزائر كما ذكرت في المقدمة أنها قارة وبلد يستقر بقوانينه ويستقر أيضا بأمنه لأن أغلب الدول وأغلب المستثمرين يبحثون على ملاذ آمن أقول يعني الأمن هو أهم شيء بعدين يأتي الثروة الأمس فقط كان حاضر معنا هنا المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة الخارجية أعطي فقط هذا المثال بما خاص حول المبادلات التجارية مع دول الجوار حيث تم خلق نقطة كيلومترية صفر من أجل هذه المبادلات التجارية خاصة لما نشوف أن جائحة كورونا لازالت في العالم نية الجزائر من خلال تخفيف من الإجراء الصحي المتعلق بـ 14 يوم من الحجر الصحي كانت هناك سجلت كثير من الخسائر المادية نية الجزائر في فتح هذه النقطة النقطة الكيلومترية صفر من أجل التخفيف من كل تلك الإجراءات يمكن نعتبارها أيضا نية حقيقية من أجل المساهمة على الأقل في دخول وخروج هذه المبادلات التجارية وأن ترقى إلى مساوى أفضل أكيد لابد أن نحافظ على الإنسان مثل هذه النقطة الكيلومترية الصفرية مش في الجزائر والدولة درتها العديد من الدول درتها بعد غلق الحدود وهي مهمة جدا بالنسبة لدخول وخروج السلاع الضرورية للمجتمعات المحلية معناتها ربما الجزائر وتونس ربما الجزائر ليبيا الجزائر نيجر الجزائر مالي فهذا مهم جدا اليوم عندنا خيار واحد هو إقلاع اقتصادي في كل المجالات لما أقول إقلاع اقتصادي اليوم ربما التاجر يعاني المصدر يعاني الكل يعاني نعم المنظومة القانونية تعاني قانون الاستثمار يعني لابد أن نحطه خائط الطريق نحطه الأولويات الأولويات لما نضع الأولى فالأولى أتأكد أنه سنصل والجزائر تعني الجميع وبناءها يعني الجميع لابد علينا أن نشترك جميعا في بنائها ولابد أن نتعاون جميعا في بنائها ولا أظن أنه واحد يتخلف عن الركب في بناء الجزائر أرى أنه كل واحد في دوره كل واحد في مقامه أنتم ربما إعلاميين لابد عليكم تحسين صورة الجزائر في الداخل وفي الخارج دائما إعطاء الإيجابية عند الناس يعني بعده السلبية على الناس لأنه أكبر شي أنه الجزائر راحت الجزائر ما فيهاش فسادك صر لا الجزائر فيها خير وفيها أولاد خير وفيها أولاد حلال لما تسمع هكذا حتى المواطن الجزائري بحذ ذاته يكره يمل فما بالك بالأجنبي يمل بالعكس والله نحكيه هذه ربما ورانا على المباشر جبنا مرة مستثمر أجنبي للجزائر جاء للخطوط المغربية من المغرب للجزائر ركب في الدرجة الأولى مع مستثمر جزائري لما جاء قالوا جاي نستثمر في الجزائر قالوا تم جنون جاي نستثمر في الجزائر يعني للأسف أنه يكون جزائري قالوا أنا رايح للإمارة التسعودي جاي للجزائر فاستغرب يعني لابد أن نكون كلنا يعني مناظرين من أجل هذا الوطن اليوم شفنا أنه كورونا علمتنا درس وعلمت العالم كله درس لابد أن ننساها أبدا وشما الدرس هذا أنه الوطنية ما كاشي ليرفتك إلا وطنك وشفنا كله ربما مش الجزائري فقط لكنوا علقين في المطارات كل الشعوب كانت علقة في المطارات حتى الأمريكان حتى الفرنسيين حتى يعني هذا كلهم دولتهم يرفذتهم مرفذتهم مش دولة أخرى يعني هذا أهم شيء بالنسبة لنا لازم درس مهم جدا أنه هذه بلادك هذا طرابك هذا مسقي بدم أجدادنا وآبائنا لابد علينا أن نحافظ عليه جميعا ونبنيه جميعا لنصيروا يعني في دول يعني آمنة بما أننا كلنا نحلم بهذه بدولة جزائرية جديدة بناء هذه الجزائر الجديدة تعتمد علينا في الأساس تغيير الذهنيات اعتماد على الكفاءات التخليع عن الأنانية عن الحسد كما أشرت تحرير المبادرات مهم جدا وأننا نزيد لك شيء مهم جدا والقضاء على البيروقراطية والقضاء على البيروقراطية أكيد الجزائر وربما نقولها ونعودها ونعودها في 23 شهر تستطيع أن تحقق نهضة وطفرة لمثيلة لها ننسى ونهضة رواندا اللي ربما نذع ويذع لنا أنه نرواندا رواندا في سبع سنوات الجزائر في سنتين في 23 شهر تحقق طفرة لمثيلة لها ما نقدوش ندخيلها بشكل أنه نبنو ونخطو لبلادنا لاستشراف بعيد نمدلك مثال كل دول إفريقية والجزائر كانت وقعت على الخائطة الإفريقية 2063 ماذا حضرنا لذلك؟ وش حضرنا لذلك؟ الجزائر كانت وقعت أيضا منطقة التبادل الحر الإفريقية ماذا حضرت لذلك؟ هل محضرين نحن؟ مش محضرين مقارسا بالعديد من دول إفريقية وربما حتى الدول الجيرة وربما حتى الدول غير في نزاعات كبيرة في إفريقيا تعاني لكنها محضرة أو مهيئة نفسها لتبادل التجاري يحسن منه اليوم كيف يمكن أن نحقق الغاية المطلوبة باستشراف بعيد 2063 أنك تبني الطفل الصغير يعني تبنيه وتحضره 2063 شيء مهم جدا طبعا بأفكار جديدة بإبداعات جديدة بإبتكارات جديدة باللي أنت بطل المستقبل أنت رجل المستقبل أنت رائد النهضة في المستقبل هذا هو يعني رواد النهضة لماذا إثيوبيا ولماذا رواندا وأغاندا ولماذا وحين يشوفوا دول أخرى ربما تحدث طفرة لأنها عرفت كيف تستقطب رؤوس أموال أجنبية بدون حساسية بدون أنت عامل لي كذا وأنت عامل لي كذا وأنت تتابع كذا وأنت تتابع كذا يعني خلات رؤوس الأموال دخلت بعدين حاسبت الناس بعدين تبعت الناس وكل جهاز يشتغل شغله وكل جهاز يقوم بدوره اللي لازم يقوم به اليوم الجزائر تحتاجنا جميعا لبناء جزائر قوية جزائر جديدة جزائر بنظام محكم جزائر خلاص فيها الفساد يعني أخذنا العبرة لأنه بعد عشرين سنة لابد أن نأخذ العبرة وجينا النظرة المستقبلية اللي نبنو بها جزائر قوية ومبنية على صحيح مبنية على أسس متينة وأسس صحيحة وقوية فيها أنه نقدر لم كل المجتمع الجزائري على هدف واحد هو الجزائر القوية هذا حلم جميل جدا أن نبنيه حتى الأطفال الصغار ونسيه حتى الشباب ربما اللي راهم نشوفهم في الحرقة ويروح على البواخر ويحرق وعنده حلم يعني كذا يقول لي يشوف أنه الجزائر كما كنا بكر يعني الفرنسي يفضل أنه يجي للجزائر والعملة الجزائرية أغلى من العملة الأخرى إحنا اللي نعطوا قيمة نفسنا وإحنا نعطوا قيمة يعني العملتنا ونعطوا قيمة الإعلامنا العالم ربما اللي نسيناه أنه نعودوا نرسخوه في الأجيال القادمة اليوم لابد علينا أن نعي بحجم المسئولية مسئولية كبيرة جدا وأمانة كبيرة جدا راح نتحاسب عليها في الدنيا وفي الأخرى لابد علينا أن نكون في المستقبل وليكن ذلك من خلال يعني تغيير حقيقي للذهنية التي سيطرت على العقول الجزائريين اليوم نشوفوا مثلا اللقاء اللي يكون غدا إن شاء الله اللقاء الإنعاشي الاقتصادي هو لقاء مهم جدا بحيث أنه ربما فيه العديد من الشركاء الاجتماعيين والعديد من الشركاء الاقتصاديين فيه ورشات فيه لزرتيلي فيه ندوات يعني مفتوحة شيء مهم جدا يعني أنا دائما نكون صريح منحبش البهرجة منحبش أنه ندرت وكذا وأول دولة وأكبر مستشفى وأكبر لا لابد علينا نخلوا الناس تشوف العمل نشوفوا حتى قالوا أريني وجهك علىها قالوا أريني وجهك هل شك فيه ربه ما شكش فيه في إلهية الله عز وجل وقدسيته قالوا حتى يا طمئنة قلبي نماما بك بس خليني نزيد نأمن أكثر خليني نزيد نحس أكثر خليني نعبدك أكثر هذا الشيء هو اللي خصنا في الجزائر فيه العديد من الناس اللي آمنين بالجزائر لكن خصهم سقلة قال أنه ثقة فقدها المواطن به يفطن وبه يعزز الثقة التيعه عند المواطن ويحس هذا المواطن أنه هو جزء من البناء وجزء من التشييد وجزء من الوطن ربما يشوفه في العديد من دول العالم اللي يروح لسويسرا ما يسيب الشرطي ما يسيب الشرطي دور لكن كل سويسري هو شرطي نعم يعني هذا هو الشيء اللي همنا أنه نعيش وكلنا لأجل غاية واحدة هو الوطن نعم هذا مهم لبناء جزائر قوية وجديدة ويعني لما لكل أبنائها ولما لكل ابتكاراتها وإبداعاتها وكل آراءها وكل أفكارها سياسية والاجتماعية والاقتصادية يعني كلهم يصبون في راية واحدة وفي غاية واحدة لهي الجزائر حتى الكفاءات لابد علينا لنهمشها الكفاءات اللي خرجت ربما نستطيع أن نساهم نساهم في إعادة إرجاعها ويعني يساهمهم أيضا في بناء جزائر قوية وجديدة في الخارج والداخل طبعا هو مسعى كل واحدة جزائري غير على ورد السيد محمد أمين أبو طالبي مدير المركز العربي والإفريقي للاستثمار وتطوير أشكرك جزيلا شكرا لك شكرا لك